اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب نبدأ نقول هنبتدي في المراحل العمرية الخاصة بالمرضى بداية من عمر الطفولة لحد عمر الكبار والبالغين يعني ايه كلمة سمنة بالنسبة لعمر الطفولة عشان نحدد سمنة لازم نقول يعني ايه وزن مثالي معظم الامهات اللي ممكن تجينا فيه سواء بتجينا في العيادات او في المراكز الطباء المتخصصة او حتى بتخش على الدكتور الصيدالي في الصيدالية ان انا طبعا حابب ان انا يعني ااكد جدا جدا ان لما بيكون فيه دكتور صيدالي محترف في الصيدالية دارت على اعلى مستوى وبيطبق وبيحدث نفسه باستمرار ممكن جدا 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 يكون كفاءة لا تقل با اي صورة من الصورة عن الطبيب المحترف داخل المركز الطبي عشان كده انا بقول خلط تحية لكل زملاءنا الصيدالة وكل زملاءنا الطباء على حد ينسوا وبدعوهم انك انت تحدث معلوماتك باستمرار حاول انك انت تتبع المراجع العلمية الجديدة حاول تخش على المواقع المحترمة الموصوخ فيها حاول انك انت لو ادارت تحضر ندوات او مؤتمرات عشان تعرف ايه جديد عشان تقدم الخدمة الطبية في افضل صورة وفي اعلى مستوياتها خالية من الاخطاء فاحنا عايزين نقول الاول يعني ايه بالنسبة ليه الاطفال وحديث الولادة يعني ايه كلمة سنة يعني ايه ام داخل علي في مكاني وبتقول لي يا دوتر الله انا ابني دا حضر لك ممكن توزنه لي وتقول لي هل هو كده وزنه كويس ولا وزنه اخباره ايه فاحنا لازم نحدد عندنا اكتر من صورة بنحسن بها المسألة دي اولا الطفل بيتولد وزنه بيكون من اثنين ونص لثلاثة كيلو ونص دا متوسط الوزن بتاعي يعني ممكن نقول متوسط وزنه في حدود ثلاثة كيلو الاطفال اللي هم الاندرويت او اللي وزنهم اقل من كده وبيحتاجوا النوع من انواع العناء الخاصة او الحضانة دا موضوعهم مختلف احنا بنتلم عنها الاطفال الهيلسي اللي تولده بصورة صحية اللي هو تولد وزنه من اثنين ونص لثلاثة كيلو ونص الطفل دا المفروض بعد ما تولد مسألة الزيادة في الوزن بيبقى اخبارها ايه بمنتهى البساطة جدا بدل ما يدخلك في معادلات وتقعد تحسب وكلام من دا اول سنة من عمر الطفل بنقول ان الطفل من قسم السنة الى تلت تلات كل تلت عبارة عن اربع شهور الربع الاولاني متوسط الزيادة في وزن الطفل بتكون عبارة عن تلت تربع كيلو جرام لكل شهر سبعمية وخمسين جرام كل شهر دا معناه ان الطفل في نهاية التلت الاولاني يعني في نهاية الاربع شهور بيكون زاد حوالي تلاتة كيلو جرام تلاتة كيلو جرام لما بنحطهم على المتوسط اللي هو اتنين ونص الى تلاتة ونص بنتكلم في متوسط من ستة الى ستة كيلو ونص دا بالنسبة ليه الطفل اللي هو حديث الولادة في اول اربع شهور من عمره طيب في تاني اربع شهور من عمره المفترض ان الطفل في تاني اربع شهور بيكون معدلات الزيادة متوسطها 500 جرام لكل شهر بمعنى ان الطفل عندنا في تاني 4 شهور لو ضربنا 500 جرام في 4 شهور بنتكلم في 2 كيلو جرام زيادة في المتوسط ده معناه ايه ان احنا انتهينا في المتوسط الاولاني من 6 الى 6 ونص ده معناه ان الطفل عندنا في نهاية 8 شهور بيكون الوزن بتاعه من 8 الى 8 كيلو ونص طبيعي جدا بالنسبة بقى للمهات اللي قاعدة وبالتباني دلوقتي وتلنت او مركزة انها تقول الدكتور بدأ ب750 جرام وفي الميدل او في المرحلة الوسطية بقى 500 جرام الطبيعي ان احنا هننصص او هننزل للربع الاخير او التلت الاخير هيبقى عندنا اقل برضو بمعدلات نفس التخفيض اللي هو 250 جرام بنقلهم يعني في اخر 4 شهور من السنة بيكون معدل الزيادة في وزن الطفل عبارة عن 250 جرام كل شهر ده معناه ان الطفل ده في نهاية السنة بيكون زاد عندي في الاربع شهور في اخرى ربع كيلو في الشهر يعني 4 تربع في الاربع شهور يعني بنتكلم في كيلو يعني بنتكلم انه زيادة في المتوسط عن 8 ل 8 ونص كيلو كمان بنتكلم من 9 ل 9 ونص مهما استخدمت من معدلات موجودة في الكتب اللي بتقول اللي بتربط العمر وبتجمع على رقم معين وبتقسم على رقم معين وتقولك زائد او ناقص نص هتلاقي نفس النتيجة هي بالضبط بس انا حبت ابسطها عليكي يبقى احنا عشان نرجع معلوماتنا بالنسبة للامهات اللي هي المتزوجة حديثا واول انجاب لها بنقولك يا ماما ما تخفيش بالنسبة لوزن الطفل وزن الطفل في اول 4 شهور طالما ان الطفل اتولد من 2 كيلو ونص إلى 3 كيلو ونص فمتوسطنا الطبيعي 3 ففي اول 4 شهور الطفل بيزيد في المتوسط 750 جرام يعني في الاربع شهور بيكون تم 3 كيلو جرام زيادة في تاني 4 شهور بنتكلم نص كيلو جرام في 4 شهور يعني 2 كيلو جرام زيادة في اخر 4 شهور ربع كيلو جرام لكل شهر يعني بنتكلم في نهاية الاربع شهور زيادة على المتوسط اللي احنا اتكلمنا عليه يعني الطفل بيبتدي السنة بتاعته من 2 ونص إلى 3 ونص وبينتهي من 9 إلى 9 ونص طيب الامهات ساعات بتيجي وتقول لنا ان انا ابني ما بيأكلش او ابني يا دكتور يعني ابدأ معاه باكل ايه او قال هل انا اعتمد على اللبن الطبيعي ولا ممكن ادخل مع اللبن الصناعي وهل ادخل اللبن الصناعي بس ولا ممكن ادخل معه حاجة تانية من اكل البيت بنقول لحضرتك ان احسن وافضل واحسن انواع الغزاء بالنسبة للطفل هو لبن الام كلما كنت قادرة على انك انت تضي الطفل اللبن الموجود في ستريك ده افضل بكتير جدا جدا من انك انت استخدمي اي فورمولة موجودة كلبن صناعي ليه؟ لان ربنا خالق اللبن لبن الام ده باقل كمية مشاكل ممكنة واعلى معدلات فوائد مطروحة بالنسبة لنا دي رقم واحد رقم اتنين ده حليب متاح بالنسبة لحضرتك ببلاش يعني انت منتش مضطرة لانت انت تدفعي مبالغ مبالغ فيها خصوصا لارتفاعات اسعار الحليب حاليا يعني حضرتك لو لاحظت معنا ان اللبن بتاعنا اسعار اللبن بتبدأ النهاردة من 55 و 65 جنيه وطبعا دي اسعار بالنسبة للشركات الطرحة للبن اسعار غالية بالنسبة لللي بيشتري اللبن او بيتدوله خصوصا ان الطفل بيحتاج على الاقل اللي بنتكلم علبة كل من 3-4 ايام يعني بنتكلم من 6-7 علب في الشهر فبكل المقيس انت بتوفاري لو ركزتي بالنسبة انك انت تديله اللبن بدلا ما ياخد اللبن الصناعي كمان في اخطاء بتحصل اثناء الولادة انه لما الطفل بيتولد على طول فريق العمليات اللي موجود بيلجأ ان هو بيروح جايب ببرونا ودي شهيرة جدا ويكون حاطت فيها اللبن ويبدأوا يديله على طول الاولى ان الطفل دا يتولد والام وهي داخل الام ان شاء الله الام وهي في مرحلة الولادة المفترض ان الام تنبه على فريق العمليات او على الطبيب بعد اذن كدطر اول ما الطفل تولد خلي النار ستحطه على صدري علشان الطفل يتعود على الام مش على الحديد ومعانا اتصال اه 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 ايوا فاندي مين معي حضريك لو طمحت بوضع التلفزيون اه ماشي يا سلام اه الو اه ايوا يا دكتور ازاي حضريكت انا مستمع حضريك لايه تعلي صد الشوية اه معاك يا سمين من القاهرة يا دكتور ايوا اه اهلا بحضريك يا فاندي متفضلي انا مستمعك بس حضريك ممكن تعلي صدك شوية عشان افهم السؤال ماشي معاك يا سمين من القاهرة اه اه انا يا فاندي متفضلي يا سمين تحت امرك اه ازاك يا دكتور ازاك يا فاندي مزاك الصح اه طولك مية ستة وشتين ونصف ايوة تماما ووزن تلاتة واربعين كيلي تلاتة واربعين اه احنا عندنا نحفة شديدة ايوة نحفة جدا وباكل كتير جدا وما فيش اي يعني وصيلة اننا اتخن او كده لا مين اللي قالوا سيدة ياسمين حضرتك الوقت طرحت المشكلة احنا ما قلناش ان المشكلة ملهاش حل انا كان عندي لو تبعتين امبارح في الحلقة بتاعت امبارح كان عندنا كان عندي مريضة زي حضرتك كده كان اسمها مادام هالة دي كان وزنها حوالي ستة واربعين وبقالها تلات سنين نفسها تعدي خمسين الحمد لله احنا لما عدنا اللايف ستايل وبعدها ما نحط نظام واجب المتوازن واخل كمية ادوية ممكنة الحمد لله يمكننا وهي موجودة النهاردة معنا وسامعنا تقولك ان هي وزنها عدى اتنين وخمسين حد دلوقتي في حوالي عشر تيام بس الموضوع محتاج انك انت نعرف المشكلة فيها ايه فلازم حضرتك لو تكرمتي ممكن حضرتك يات تابعين من خلال الارقام بتاعت الموجودة على الشاشة او السيادتك بتسيب رقمك الكنترول وبتتابعي معايا على سنة انا بحددلك معاد وبنشوف المشكلة فين وبنبدأ نحط ايدنا على الحلول لان ما فيش حاجة ملهاش حال لكن ان انت حضرتك تلاتة واربعين ومية ستة وستين انت وزنك المفروض مفروض وزنك من خمسة وستين لسبعين فاحنا النهاردة بنتكلم في عجزة في الوزن حوالي 20 كيلو فده يعني احنا لازم يعني نبدأ نتحرك على طول عشان حتى اللي قدامك يحس ان يعني ان الامر طبعية فانا مدام ياسمين قطعت معانا ان شاء الله تتابعنا من خلال ارقامنا وتلاقي الاجابة اللي تردها باذن الله ان شاء الله نكمل موضوعنا كنا بنتكلم بالنسبة ليه الامهات اللي بيتولد الطفل وبتلاقي ان الفريق العمليات بيروح مدي للامة على طول البيبرونا او بيدر الطفل البيبرونا على طول على اساس ان هو يرضع اول ما ينزل في البيبرونا الصماعية طبعا دي خطأ كاريسي جدا جدا وبيترطب عليه تكلفة بواهزة بالنسبة للام والطفل بعد كده فالطبيعي ان الامهات استأذنك لما حضرك عرف معادل الولادة بتاعك بعد اذنك بتطلبي من اخصاء النساء او بتطلبي من فريق العمليات ان هو اول ما الطفل يتولد يتحط على سدر الام علشان خطر يتعود على سدر الام وبالتالي يبقى اللبن الطبيعي هو ده الخيار الاول بالنسبة له ما يبدأش يدور على اي بدايل اخرى دي رقم واحد رقم اثنين تخفيفا للعبء عن حضرتك وعن الاب احنا انا 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 قب قبل ما يكون دكتور وعارف ان الاباء بيتكيوه حرفيا بسبب اسعار اللبن دي فاحنا انا بقولك انا النهار ده انا بقولك هو انا في القطاع السيدالي وفي القطاع الطبي بقول لي ساعتك انت اولى باي جنيه ممكن انت وفاري لابنك او لابنتك فاول ما الطفل يتولد بعد اذنك تنجبهه على فرية العمليات ان هو يحط الطفل ده على سدر الام علشان يكون اللبن الطبيعي هو الخيار الاستراتيجي الاول اللي يدور على الطفل بعد كده باذن الله ده رقم واحد طيب حضرتك الامهات اللي تيجي تقول والله يا دكتور انا ابني بياكل وانا حسن ويعني ما بيزيتش حضرتك مسألة الزيادة او النمو دي لها يعني لها ابجديات لها اساسيات مش مش لانا حضرتك مش شافة بياكل كويس او مش شافة بيزيتش في الوزن ده معنا انه عنده مشكلة لكن الطفل لو جيه مثلا تم السنة ولانا الوزن الطبيعي بتاعه مطلوب مثلا يكون تسعة كيلو ونص ولانا مثلا لسا عند ستة ونص او عند سبعة هنا ممكن نفكر في المشكلة ممكن نعمله تحليل انينية ممكن نشوف طريقة التغذية اللي الام بتدخلها لها عن طريق البيت او عن طريق اللبن متوازن ولا لأ طيب العكس لو حصل معانا هل لو الطفل ده لقينا وزنه زيادة ودي بيجي لنا كتير ممكن الطفل يكون الوزن الطبيعي بتاعه في مرحلة عمرية ما ستة كيلو ونص أو سبعة كيلو وانا لقي جيه لتسعة كيلو هل الوضع كده بالنسبة لنا ده كويس جدا طبعا لا طب ايه الحل بالنسبة لموضوع ان الوزن زاد انا بنصح الامهات بقول لها حضرتك طالما ان الطفل وزنه زاد ده معنا المعطيات اللي بياخدها او الوجبة اللي بياخدها ازياد من احتياجه الطبيعي حتى لو هو طلب تكراريا فبعد اذن سيادتك لو تكرمت بنباعد معادل وجبات او بنباعد توقيت الرضع بدلا ما بياخد الرضع كل ساعتين ممكن نخليها كل ثلاثة ممكن نخليها كل اربعة ونفس النتيجة هي وصلها الطفل برضو هيحصل لمرحلة الاجباع وهيبقى كويس جدا وهنخفض عنه المشاكل الخاصة بزيادة الوزن في العمر البق الاول ده لان الطفل لما بيكون وزنه زايد في العمر الاولاني ممكن بيحصل له مشاكل يعني زي النهجان زي عدم القدر على النفس زي ان المودل عم بيتغير حتى بتلاقي موجوده اقل احنا مش محتكين الكلام ده خالص غير ان الطفل لما بيبتدي بمشكلة سبنة هو صغير بيبقى علاجها معنا اصعب من لو كان واحد بلغ او كبير دي رقم واحد بعد عمر السنة الافطال بقاليهم معادلة ان شاء الله انا في الحلقة القادمة هحاول ان انا جاهز لكم المعادلات دي على اساس انها تكون موجودة ضمن نطاق صور عشان حضرتك تبقى موجودة عندك الورقة دي بحيث ان انا هنبقى بنعمل زي كويز على الهو هقول لك احنا عندنا طفل عمره كذا تم كذا ووزنه كذا ووضعيته بالنسبة لنا هل ده يا ماما الطفل ده وزنه كويس ولا انت ده هتجاوبيني مش انا اللي هجاوب فانا ان شاء الله في حلقات القادمة باذن الله انا حاول انا جاهز المعادلات دي علشان خطر الامهات وانا بشرح المعادلات دي على الشاشة تبقى واخدى بالك من عمر السنة الطفل ده الما فوقنا نتعامل معا ازاي سواء بمعدلات زيادة زي ما حسمناها قبل عمر السنة او بمعادلة معينة هتفهميها معايا باذن الله طيب نتكلم بالنسبة لأعمار اللي هم البالغين أعمار البالغين معظم الناس النهار ده بتتكلم في معادلة انا شخصيا معرفش مرجعيتها ايه انهم مثلا يقول لك ايه احنا بنشيل من طول الشخص مية او بنشيل منه متر ايه هو ده الوزن الطبيعي الكلام ده يعني الكلام ده كلام جزافي وغير مبني على اسس يعني حتى لو صدفت وان احنا المعادلة اللي احنا نتكلم فيها لقيناها شبيهها بالرقم انا مش معنا ان الحزبة دي كده مزبوط طيب ايه هي اضاقة حزبة ممكن احنا نعتمد عليها لما يكون الشخص بالغ او عد عمر الاثناشر سنة وعايزين نعرف وزنه قويس ولا لا بالنسبة ليه البالغين في عندنا حاجة اسمها معادلة للرجال ومعادلة للسيدات بالنسبة ليه الرجال احنا بنقول ان احنا بالنسبة للرجال بنقول احسبي الطول على مربع الوزن وشو فيلي النسبة تطلع عد ايه احنا طبعا معادلة الرجال ومعادلة السيدات احنا بحسب منها السعرات السعرات الحرارية اللي بنطلعها علشان خاطر بناءة عليها نحجد احتاجات طاقة كلية وبناء عليها نحدد الأم اللي بتاخد دي بتاكل بما يتوازن مع وزنها أو الأب اللي بياكل دا بياكل بما يتوازن مع وزنه أو الأبن اللي هو بالغ دا بياكل بما يتناسب مع وزنه ولا لأ طيب إحنا أولا بنقول إزاي نحسب إذا كان الشخص ده من ناحية السمن أو النحافة النسبة بتاعته نسبة طبيعية طيب لازم من الأول نقول النسبة الطبيعية هي عبارة عن إيه طبعا النسبة الطبيعية بالنسبة للشخص الطبيعي من 18.5% لـ 24.5% دي النسبة اللي بنقول عليها ان الشخص بيكون وزنه وزن نموذجي او وزن طبيعي او وزن معقول طيب بنحسب النسبة دي ازاي بنقول عليها ان احنا بنحسب وزن الشخص بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر هناخد مثال على الكلام ده ونقول مثلا لو فرضنا ان شخص مثلا وزنه عبارة عن 75 كيلو جرام وطوله عبارة عن 165 سنتي زي مثلا هنفترض مثلا زي المتصلة اللي علينا لو طولها مثلا 166 وهي وزنها 43 كيلو هل الوزن طبيعي ولا لأ لو احنا اسمنا 43 على 166 هنلاقي ان النسبة دي اقل بكتير من 18 نص ده معناه ان الشخص ده بيعاني من ما نسميه الاندرويت او بيعاني من النحافة ده معناه ان الشخص ده محتاج اعادة جدولة نظام وجبة علشان يوصل لأفضل اداء بالنسبة للتغذية بتاعته وبالتالي يحصل تصحيح في الوزن بتاعه للوزن الصحي والمثالي طيب احنا قلنا تاني هنقول بالنسبة ليه الاشخاص اللي وزنهم زايد برضو هو حابب يعرف ان انا طولي مع وزني كده كويس ولا لأ برضو هنقوله هنرجع نعيد المعادلة تاني بنحسب الطول على مربع الطول بالاس سنتيمتر طبعا لو طوله 166 فبنقسم 166 دول على المية عشان يطلع الطول بالمتر فبنقول بنقسم الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر علشان خاطر يطلع عندي النسبة دي وبتندرب النسبة دي في المية بتاعتنا النسبة المقوية فبنقول لو طلع الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر يعني الطول بالمتر في الطول بالمتر في المقام لو طلعت النسبة دي من 18.5% دي 24.5% ده معناه ان الشخص عندنا الوزن بتاعه هو وزن مثالي وما فيش عنده اي مشكلة خالص والحد 25 احيانا بعض الكتب بتقبل بنقول عليه انه هو وزن كويس طيب لو الشخص يقل من 18% بنقول لو اقل من 18% حسب الشريحة اللي هو موجود فيها بنحدد هو عنده اندرويك ولا عنده سنة شديدة ولو اعلى من ال 24.5% فبنقول من 24.5% لحد 30 دي بنقول زيادة في الوزن من 30 لحد 34.9% بنقول دي مرحلة أولى في السمنة من 34.5% من 35% لل40 دي مرحلة تانية في السمنة فوق ال40 بنسميها اللي هي الموربد أوبيستي أو السمنة القاتلة وده اللي معظم الأطباء النهاردة بيتكلموا فيها على قصة التكميم والتدبيس في حول المصار وده هنتكلم عنه لاحقا ان مش ده الحل الوحيد أكيد في الحالات دي واحنا عندنا حالات يمكن انا اتكلمت مبرح عن حالة من ضدنا الحالات اللي هي الأنسة لبن ياسر كانت الوزن بتاعها كان 134 و20 سنة والحمد لله لقدرنا 65 يوم نوصل الوزن المية واربعة ده ليه لان الشخص عنده عزيمة الشخص عنده إصرار حتى في بعض الأحيان مع أخطاء في نظام الوجبة مع العك في الأكل بيرجع ان هو يقول ويعترف وده هم ما يمكن في الموضوع انك انت ما تبقاش مخبي على الأخصائي أو المتابع بتاعك شيء عشان خطر انا يعني انا مش جاي ضدك انا مش التحريات اللي بياخد تحريات عندك لا انا الطبيب بتاعك اللي هدفه ان هو يوصلك لأحسن مكان علشان كده انا بحيي كل نجح معي من المرضى بتوعي سواء في السمنة او في النحافة وبادع كل المرضى اللي عنده مشكلة في السمنة او عنده مشكلة في النحافة انه يسألني واحنا نحدد له المشكلة اللي كتعندك فين ان جزء من علاج موريض السمنة ان احنا بنعمل حاجة اسمها live coaching مش اللي هو المعالج النفساني او المعالج الروحاني لا live coaching اصبع اشبه بجلسات الاستماع ان احنا بنسمع بعض وان انا بعرف منك كل اللي بيحصل منك في يومك بتعمل لي زي ملفة عندك موجود في البيض اجندة صغيرة بتدون فيها اللي انت عملت طول الفترة اللي انت اطعت فيها عند الحد ما بترجعلي في الاعادة بعرف منك انت عملت ايه مشاكلك فين الضروب اللي عندك فين بنبدأ ان نحط هاي لايت على المشاكل وانحلها بتحسن المشكلة افضل من الاول بكتير طيب لازم عشان نحدد الاشخاص يقول لك ادوط طب انا هاكل ازاي يعني انا المفروض ان انا ناكل كل يوم اكل ازاي عشان نحدد ان ااكل ازاي لازم بنحدد برضو طبيعة الاكل اللي الشخص المفروض ياكله في اليوم من خلال طوله من خلال وزنه من خلال عمره فزي ما قلنا في عندنا معادلات معادلة تخص الست ومعادلة تخص الرجل تمانين في الماء من المعادلة سابق بالنسبة للجنسيين لكن الجزء الاخير هو اللي بيحصل فيه التغيير فلو انتوا قاعدين قدامي لو حد قاعد قدامي او المتابعين بتاعنا معا وراء وقلم ياريت اللي مش معا وراء وقلم يحضر وراء وقلم عشان انا هامل المعدة دي عشان دي تعتبر الاساس العلمي اللي هتبني عليها نظام تغذيتك ازاي تاكل كل يوم علشان الفيزا بتاعتك ما يحصلش فيها عجز ولا يحصل فيها فايد وبالتالي يبقى الوزن بتاعنا وزن مثالي طالما ان وزننا الوقتي مفيش في مشكلة لكن نفترض ان الوزن في مشكلة يبقى احنا هنخفض من نظام السعورات دي بنظام انا هعلمه لك علشان خاطر تعرف ازاي انك انت ممكن تنزل في الوزن بتاعك دون الاحتياج انك انت كل شوية رايح على صيدلية دون الاحتياج لقصة لو راجل كل ولا جنيد دهب دون الاحتياج للاعلانات اللي بتنزل في التلفزيون اللي تلاقي اللي بيتكلم عن المنتج الصبحي بيتكلم عن دواب الليل بيتكلم عن مخدى ومرتبة كل الكلام ده تهريج كل الكلام ده مجرد متجرة باحلامك واحتياجاتك فيما لا يعود علميا باي مرجع علمي يعني حضرتك انا اي حد من دول انا بس انا بخطبه بداية من الشخصيات اللي هي الهدف عندها المسألة التجارية اقول له لو سمحت قبل ما تطلع تكلمني وتخاطب او تدغدغ عواطف الناس قول لي لو سمحت السند العلم لكلامك الغريب في الموضوع واللي ممكن ان يكون فكاهي جدا الفترة اللي فاتت ان في ناس بتتكلم عن منتج اللي زيادة الوزن الناس شافت الاعلانات اللي هي بتاعت طلع طفلة وانا مش بحب كزا انا بحب كزا ويتكلموا عن منتج ممكن يكون فيه حاجة مثلا زي الكروم موجودة بيتكلم فيها ان ده من ضمن منتجات اللي بتعالج النحافة والكروم موجود في منتجات كتير جدا جدا لنقص الوزن مش لزيادة الوزن يعني الكروم احنا نعرف ان منتجات كتير جدا جدا موجودة في السوق المصر النهاردة بيستخدم في الكروم نوع من انواع التحكم في نظام الشهية الغريب انهم حطوا الكروم الوقتي في اصناف علشان خاطر تزاود الوزن فده انا مش عارف ازاي ان هو بيزاود وبينقص في تقويت واحد ده يدل على ان احنا في مرحلة تهريج علمي ما فيش في اي سنة بعلمي فيش مرجعية دي رقم واحد ورقم اتنين انا حابب ان انا اقولك انك انت يعني مش كل اللي بيطلع يتكلم ولا كل اللي بيطلع ينقشك حتى لو كنت انا لو انت حاسيت ان انا بتكلم عن الحاجة وبمجنفاي الموضوع بفخمه وكبره على طول ما تصدقنيش يعني كل حاجة تكون في المعقول بتاعها تبقى مقبولة لكن اللي بيبقى منضخم وعملاق فحجمه ده اعرف على طول ان ده شيء ترويجي وشيء دعائي ويمكن انا حابب ان انا اتكلم من النهاردة عن موقف حصل معايا انا شخصيا مريضة من المرضى بتوعي كلمتني عن فريق بيشتغل على التخصيص على الفيس او على التليفونات او بتاع حد اسمه سهيل او مش الاسماء دي حاجة سهيل المهم ان هو اداني الارقام وبعد تهيل العيانة على الوص وانا بديت اتصل بالارقام واحد واثنين منهم الاولاني اول ما كلمته سلام عليكم يا فندم عليكم السلام طولك قدي ايه ووزنك قدي ايه طبعا من غير معرفه ده انا اخصائي ولا ده شغلي ولا اي حاجة حاضرتك محتاج الباكتج اللي معنا بتمنمية وخمسين جنيه والتروطة الجميل جدا جدا حاضرت ده اكيد قالت تمام تمام افلت معاه واستنيت ربع ساعة واكلمت على رقم تاني خالص لنفس المجموع نفس الفريق في نفس المكان اللي ردت عليها ردت عليها في الاول كانت تريبا شاهلة طفل ووقفة في مطبخ وها بترد عليها التاني اللي رد عليها كان حاج تريبا بيتعش برضه ومسك سندوك وبرده بيرد عليها قديته نفس المعلومات قال لي حضرك محتاج معنا لالف ومتنين وخمسين كلها عام انا لسه سائل من شوية نفس اللي عندكو وقال انت محتاج لتمنمية وخمسين الباكتج جاء بلتمنمية وخمسين هو ناخد من هو 50 ولا بقى 1250 فقال لي لا 1250 افضل تقول ليه فلاقيت ما عندوش اي اجابة ممكن تقوم مقنعة لعابر السبيل مش للي فاهم او للطبيب فانا حبيت ان انا اثرت المثال ده على اعتبار ان مش كل اللي بيطلع ويكلمك تصدقه ده ليه عشان خاطر الناس دي بتصرف كتير جدا في ممول بتصرف كتير جدا في ميديا عشان يرجع لها مرضود طالما ان في حاجة بتتضخم او حاجة بتلاقيها كل يوم على التلفزيون بنفس الطريقة بنفس الالحاح ده معنى انه عندو مشكلة في نبعاته فهو عاوز يوصلك رسالة اكبر من حجمها بمراحل عشان يدخدق عواطفك ويلعب على احتياجاتك عشان ياخد فلوسك وفي النهاية انت مستفدتش حاجة فانا عشان كده انا بقول له حضرتات من خلال منصة الصحة والجمال لان المنصة دي انا بحترمة جدا المنصة عندها مصدقية وعمرنا ما طلقنا عشان نتكلم عن حاجة برر برر السياق ولا فوق المعقول وانا لازلت بعيدها وبكررها لو انا شخصيا اللي بكلمك وحاسيت ان انا خركت عن المعقول خركت عن السياق بكبر الامور عن حجمها ما تصدقنيش انا شخصيا لازم يكون الموضوع في اطاره في معدله في المعقول بتاعه عشان يقبل كل معقول مقبول ده رقم واحد ده رقم اتنين انه يطلع دكتور سيدالي في مكان ما ويبدأ يدغدغ الناس برضو من ناحية ان انا بتكلم عن الادوية الرخيصة ان هي ده الدوية الرخيصة ان هو احسن من الادوية التانية ما فيش حاجة اسمها ان طبيب محترم او سيدالي محترم يطلع يتكلم عن ده بالاسم الا لو كان الدوية ده بتاعه بقى وطلع يروجله بنفس الطريقة لكن احنا المفروض ان انا طالع في منصة اعلامية لها مساق شرف اعلامي مش المفروض ان انا روج لاي شيء خالص الشخص المقدم البرزمتر ده ما يتكلمش عن شيء ولا يروج له ده رقم معنا اتصال لا طيب خلاص اطم اطم تمام هنبدأ ان شاء الله دلوقتي نبدأ نعرض مجموعة من الصور هشرح صورة صورة تخص المريض علشان خطر يفهم احنا بديتكلم عنه اول صورة ظهرة قدامنا زي ما انتم شايفين ده عبارة عن المقيس اللي ممكن نستخدمها في البيت ازاي ان انا هستخدم المقيس دي عشان اطبع عليها المعادلات ان انا هشرح لك دلوقتي طيب لو سمحتوا يا جماعة فريل اعداد يثبت الصورة دي لحد ما قلنا غيرها اول حاجة احنا بنتكلم عن السعرات الخاصة بكل مريض سواء كان رجل او ست طيب احنا قلنا بنعتمد في ايه على معادلة السعرات بنعتمد في معادلة السعرات على الطول وبنعتمد على الوزن وبنعتمد على العمر فبنقول بالنسبة ليه الرجل والست الجزء الاولاني سابت اخر جزء في المعدل حيتغير فانت بعد اذن حضرتك وراء وقلم وكتب الجزء الاولاني عبارة عن ايه؟ بنقول الوزن في عشرة الوزن بالكيلو جرام في عشرة زائد الطول بالسنتيمتر مش بالمتر كنا بنحسبه بالمتر في معادلة الوزن المثالي كنا بنقول الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر في المقام هنا احنا في معادلة السعرات عشان نحسب الرجل ده احتياجاته قد ايه في اليوم؟ لا هنحسب الطول بالسنتيمتر فهنقول الوزن بالكيلو جرام مضروف في عشرة ده بين قسين زائد الطول بالسنتيمتر مضروف في ستة وربع ده بين قسين نطرح منهم بقى العمر مضروف في خمسة بالسنين يبقى هنقول ده الجزء السابت بالنسبة للمعدتين هنقول الوزن مضروف في عشرة بالكيلو جرام ده بين قسين زائد الطول بالسنتيمتر مضروف في 6 وربع ده بين قصين ناقص العمر مضروف في 5 ده برضو بين قصين المجموعة ده خديثة بالنسبة للاتنين لو راجل هنقول زائد 5 في النهاية لو 6 هنقول ناقص 161 ده رقم واحد المعادلة دي بتحسب حاجة اسمها احتياجات الطاقة الأساسية احتياجات الطاقة الأساسية يعني ايه؟ يعني دي أقل كمية طاقة ممكنة بيحتاجها الشخص بالسعارات علشان خاطر يفضل يأدي الأنشطة الأساسية بالنسبة لجسمه يعني شخص لا يتحرك إلا أقل القليل اللي هو قاعد على الأنتريب بتاعه أو قاعد على سريره ومجرد إنه هو بفتح موبايل أو بيقرأ شيء ما تحركش من مكانه بنسميه الريزدنت اللي هو المقيم السابت اللي ما بتحركش فأقل كمية صعرات ممكنة هي من خلال المعدة دي المعدة دي احنا لسه هنضيف عليها باند علشان خطر نحدد كل شخص هتيبقى صعراته ازاي فبنقول احتياجات الطاقة الأساسية اللي لا يختلف عليها جميع الأشخاص سواء كانت ستة أو كانت راجل بنقول الوزن بالكيلو جرام في عشرة زائد الطول بالسنتيمتر في ستة وربع ناقص العمر في خمسة بالسنين دول الجزء الأساسي لو هنحسبها بالنسبة لستة هنقول إن الست بنترح منها بنترح من المجموع ده 161 لو بالنسبة للراجل بنضيف عليه خمسة طيب هل المعادلة عند كده انتهت؟ لا طبعا احنا بنحسب احتاجات الطاقة الأساسية دلوقتي احنا عادي الناس باحتاجات الطاقة اليومية لا الكلية اللي هو الشخص يفضل وزنه على ما هو عليه لا يزيد ولا يقل فبنعمل ايه؟ العلماء قسمهم الأشخاص لحوالي ستة أو سبع تقسيمات فبنقول أولا الشخص اللي هو حركته بساطة جدا اللي هو بتحرك في محيط البيت زي كبار السن زي الست اللي مش غاوي يخروج زي الراجل اللي هو بقى على المعاش وقاعد بنقول بنضرب لا لا خليه خليه بعد اذنك انا عايز يا جماعة خليه فخليه صورة زي لسه مخلطت شي خليه لسه مش تغلناش عليها بعد اذنك طيب هنقول بالنسبة للأشخاص اللي هم متحركين جوه البيت بس أو يا دي بحركته من الأوضة للحمام للصالة بس ده بنسميه الشخص اللي هو الريزدنت أو بيسموه السيدنتل ده بنضرب المعادلة اللي خرجت دي في معامل اسمه معامل النشاط البدني الفيزيكال اكتيفتي كو افشن أو الفيزيكال اكتيفتي ليفل فبنقول بنضرب فيه واحد واثنين من عشر فبتخرج المعادلة او مخرج المعادلة اللي احنا حسبناها قبل كده وبنضرب في واحد واثنين من عشر عشان نحسبها لسعرات الراجل ده طب لو الراجل ده بيتحرك على ان هو يقدر ينزل ويجيب حكته من السوبر ميركت ويرجع مثلا مشوار واحد في اليوم ده بنضربه في واحد وثلاثة من عشر طب لو بقى الشريحة اللي هي معظم المصريين اللي هي بتنزل تودي اطفال في مدرسة وترجع او بتنزل تجيب حتاجاتها من السوق وترجع او بتعمل شغل بيتها وتنزل تجيب من السوق وترجع اللي هو المتوسط بتاكل الناس اللي هو ميديم ميديملي اكتيف اللي هو الشخص اللي هي نشاطه متوسط ده بنضربه في واحد ونص طيب لو الشخص ده شخص بقى نشط اللي هو معظم الموظفين اللي بتحركوا الرياضيين بقى اللي هم نشاطهم عالي جدا 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 دول بندرابهم في واحد وتسعة من عشرة طيب نرجع ونرجع معلومة السعرات اللي احنا بنحدد بها الفيزا اليومية للطعام انا هاكل قد ايه طيب فبنقول المعادلة اللي احنا حسبناها بالنسبة للرجل والست لو كان الشخص ده فمتحركش الا الحركة لجول البيت واحد واثنين من عشرة بيتحرك على قد مشوار واحد واحد وثلاثة من عشرة بيتحرك زي معظم المصريات والمصريين يجيبوا ادواتهم ويودي ولادهم في واحد ونص لو شخص بيشتغل وبيودي ولاد وبيعمل مجهود يعني اكتف ده بنضرف واحد وسبعة من عشرة لو شخص رياضي بيعمل كل الكلام ده وفوق النشاط البدنة او الرياضي او الجيم ده بنضرف واحد تسعة من عشرة عشان نحسب صغراته طيب بنقول عندنا كمان هل فيه الناس بتتقنى سؤال دايما بيبقى سؤال غريب جدا جدا يعني طبعا قبل من نقلب الصفحة دي انا بنقول الصفحة دي بتحديد لنا احنا ازاي بنعاير او بنوزن الاكلات الموجودة عندنا بتلاقي عندك المعلقة الصغيرة في كتب قالت تلاتة ونص وفي كتب قالت خمسة وفيه ناس بتنزل معلقة معينة لو تلحظوها في الادوية في العلب المعلقة مكتوب عليك خمسة سنتي في عندك المعلقة الكبيرة اللي بيسمها معلقة الاكل بتلاقيها برضو فيه ناس قلت عليها ان هي عشرة في ناس قالت تبعة ونصف في ناس قالت خمستاشر ده على حسب كل رؤية كل كتاب فحضرك حاول انك انت تصور الصفحة دي عشان الصفحة دي عليها المعايير بالجرام بدلا ما انت محتاج انك انت تبقى عندك ميزان في البيت توزن عليه المعلقة دي بتعيير لك كل حاجة بالجرام لان احنا بعد ما هنحول الصعرات ممكن جدا نحول الصعرات دي ليه جرامات تقولك من كل شيء جرامه قد ايه او نعييرها عبارة عن فركشنات او اجزاء من الوجب يعني بدلا ما هنقول مثلا كم جرام فراخ هنقول ربع فرخة كم جرام روز هنقول كم علاقة روز وهكذا فانا استأذن حضراتكم بعد اذنكم تصوروا الورقة دي عشان خاطر نبدأ نشتغل بناء عليها ازاي هنعاير ونوزن الوجب بتاعتنا ده رقم واحد رقم اتنين اه في الناس بتسألنا سؤال يمكن شايع بتقول لنا يا دكتور طب انا ما باكلش دهون او ما باكلش حاجات مسبكة او انا اكلي وطبر كله دراي ومع ذلك انا عندي على طول منصوب الدهون عالي او عند السكر عالي او الكوليسترول عالي او عند الضغط عالي لسبب غير معلوم يعني ده طبعا يعني يعني عقيدة غريبة جدا عند الناس او مش عارف مين اللي وصل لكو عقيدة ان الدهون او الكوليسترول او الزيادة في الوزن الجاية بس من الحاجات المسبكة او المدهننة او الحاجات المسطرة خليني اصحح لك المفهوم ده كل ما هو وزن زيادة سواء كان دهون عضلية او دهون حشوية او كوليستورول في دم ده كان في الاصل سكر عشان نعرف الحكاية دي حصلت ازاي اللي بيخش ويقولولي ان احنا دوتر معادات الحرق عندنا ضعيفة او احنا بنحرقش مفيش حد في العالم ما بيحرقش لان الحرق يعني الهضم طالما انك انت بتهدم وطالما انك انت جسمك بيزيد ده معنا انك انت جسمك شغال بكفاءة في مسألة الحرق اللي هي الهضم لكن الفكرة هو بعد مسألة الهضم او الحرق دي توزيع المهضوم او الغزاء او المغزية اللي داخلت الجسم دي توزيعه ازاي هل توزيعه بصورة منتظمة ولا توزيعه بصورة غير منتظمة ده اللي احنا بنعمل ازبوط لايت عليه وبنحدد المشكلة فيه فبنقول عشان نفهم مصدر الدهون جاي من ايه نازم اقولك السكر ده من ساعتنا بيخش الجسم بيتحول لإيه مراحلة المختلفة فاحنا فيه عجالة هقولك ان السكر اللي هو الجلوكوز اللي هو مصدر الطاقة للجسم كله لانا باخد اي اكل عشان خطره الجلوكوز ده الجسم بيهضم الاكل ويحاوله في اول مرحلة من مرحلة التحوير بيحاوله الى الجلوكوز يستخدمه في الانشطة اليومية يستخدمه في السعرات اللي احنا قلنا عليها يستخدمه في ممارسة الحياة يستخدمه في التركيز يستخدمه في الادراك يستخدمه في المذاكرة والتحصيل طبعا لو بالنسبة للطلبة والدارسين اللي كلهم بيمتاحنوا الايام دي وربنا وفق الجميع بإذن الله احنا طبعا عايزينهم يكونوا بصحة جيدة فاحنا بنقول لهم ان النظام التغزوي لما بيكون نظام متوازن بيحتوي على جميع المعادن اللي انت محتاج لها بيبقى عندك مصادر الباور اللي كويسة بتبقى المكنة شغالة كويس جدا بيبقى الموخ فريش جدا جدا بيبقى تحصيلك اعلى ما يمكن لو بدأت تحس انك انت بتنسى او المعلومة القريبة بدأت تنساها او محتاج ان حد يفكرك بيها او بتحس ان الصرر اللي في موخك بقيت فينت وانت في الامتحان او بتبقى ضبابية او مش واضحة تأكد انك انت محتاج انك انت تعمل تضبيط لنظام الوجبة فانت محتاج انك انت يا تتابع مع خصائي تغازية يتابع لك البسألة ديت او حضرك عندك الارقام ممكن تكلمني وانا ما بردش اي حد بالنسبة للتصالات باذن الله دي رقم واحد رقم اتنين السكر السكر ده حضرتكم بعد ما بتحول للباور بتاعتنا او بعد ما بتحول للجليكوجين بتاعنا السكر عندنا او ما بيتاخد بيتحول للمصدر الطاقة الوحيد او للمصدر اللي احنا بنستخدمه في الانشطة اليومية طب الجسم اخذ احتياجاتهم من الانشطة اليومية او من الباور اللي هو محتاجها بعد كده ايه اللي بيحصل بيبدأ الفائضة عن احتياجات الجليكوز ده يتحول لما يسمى بحاجة اسمها الجليكوجين الجليكوجين ده عبارة عن الخزنة اللي موجودة عندنا اللي بناء عليها بيبدأ الجسم لما الجسم يبدأ يحتاج مصدر من مصادر الطاقة بيبدأ ان هو يفك من الخزنة المقفولة دي عندنا علشان خاطر يبدأ لما الشخص ده في توقيت الصيام الشديد او توقيت المجهود العالي او التوقيت اللي فيه الا في التغذية او في مصادر التغذية بيبدأ يستخدم من الخزينة دي يبقى المرحلة الاولى عندنا مرحلة ان السكر بتاعنا بيبدأ الشخص يستخدمه عشان يمارس بيه الاحتاجات اليومية او الاكتيفة العادية او اقل كمية مجهود ممكنة بالنسبة ليه احتاجاته من السعرات الحرارية خلص احتاجاته من السعرات بيبدأ ان هو يفيد او يخزن السكر ده في صورة اللي هي الجامد بتاعه لو اعتبرنا ان فيه سكر فكة وفيه سكر جامد فالسكر الجامد ده عبارة عن الجليكوجين بيتحط في خزنة جوه الجسم لحين الاحتاج لها طيب الخزنة دي بقت مليانة فعليا نتيجة لان الوجبة مليانة او وجبة عالية السعرات وهنشرح بعد كده يعني ايه عالية السعرات ومنها مش شرط تكون سكريات ومش شرط تكون وجبة دسمة او يعني فهدهون لا ممكن جدا جدا تكون حاجات تانية غايبة عننا قيمتها السعرية عالية جدا جدا وتعمل الفايد وتعمل الوزن الزيادة فبنقول المرحلة التانية مرحلة ان انا بجمد السكر الفكة لسكر جامد حاجة اسمها الجليكوجين دي في الخزنة اللي عندي في الجسم طب الخزنة دي خلاص اتملت لان الوجبة دسمة فبيبدأ يعمل ايه الفايد بعد خطوة الجليكوجين بيروح يعمل حاجة اسمها الدهون اللي هي بتكسي جميع الاعضاء الموجودة عني طب ايه فايدة الدهون دي الدهون دي الدهون الكسر العضلات دي في المعقول بتاعها الدهون دي بتكسي الطبقة الخاصة بجميع الاعضاء عشان حضرتك فيه توقيت البارد بتحصل بالدفت فيها ولو في توقيت الحر وحصلت حدثة او حصل صدمة او حصل اي نوع من انواع المشاكل بتبقى هي عبارة عن الطبقة الدعمية الحامية لنا طيب لو فرضنا ان منطقة الدهون دي خلاص كسر العضلات بقى في فايد الفايد ده بيظهر على شكل الجسم في العضلات بتلاقي شكل العضلات بقى زياد اوبر وفي نفس الوقت الفايد عن ده لو فاض عن منطقة كسر العضلات حتى بعد الزيادة في الكتلة العضلية بنلاحظ ان هو بيتحول لكوليسترول في الدم يبدأ يعملين لها مشاكل عند مرضى الضغط وعند مرضى السكر هنشرح ازاي بقى الكوليسترول ده يمثل بالنسبة لنا مشكلة نطلع فاصل ونرجع لكم تاني باذن الله ورجع لكم مرة تانية اهلا وسهلا بكم مرة تانية عزائي المشاهدين كنا بنتكلم عن ان مشكلة الكوليسترول مش دايما مصدرها الاكل الجسم او الاكل اللي دهونه زيادة لا الكوليسترول مصدره في البداية سكر فكل ما هو عالي السعرات بالنسبة للسكر هيبقى مصدر للكوليسترول حيطة الكيكة ممكن تكون مصدر للكوليسترول الشوكارات الجالاكسي اللي ممكن يكون صعراتها عالية جدا مصدر الكوليسترول الرز ممكن يكون مصدر الكوليسترول في الاكل بتاعه الزيادة الماكارونا ممكن يكون مصدر الكوليسترول طبق المحشي وارخيصه بتمانية جنيه ممكن كل الناس طبق المحشي اللي عندهم مشكلة في النحافة ممكن يستخدمه عشان يزيد ده برضو مصدر الكوليسترول لو اتاخذ زيادة عن اللزم او الشخص وزنه اصلا زيادة احنا بنحب نقول ان الكوليسترول ده مصدره في البداية كان سكر وبنقل عليه بنقول هنرجع ونقول ان تثبيت نظام الواجبة تثبيت النظام التغزوي هو احسن لايف ستايل ممكن تعتمد عليه ويظهر لك بنتيجة فعيلة جدا جدا في حياتك تحس انك انت اخف تحس انك انت لايت تحس انك انت تقدر تمانس انشطك بدون اي معوق من اي نوع عشان كده بنقول بدل ما بنخش في مشاكل الكوليسترول ويكون عندي مشكلة قلبية او مشكلة خاصة بالشرايين او نقول دعامة او تسليك او ما الى ذلك بالذات الجماعة المدخنين احب اقول انك انت الاولى ان احنا النهاردة بنظبط نظام التغزيخ غالينا نبدأ نحط ابجديات او اساسيات للنظام صحي تليم عشان باذن الله انا اعتمد عليه في المرحلة اللي جاية ونقول ان احنا عندنا مرضى بدون مشاكل مرضية باذن الله هنبدأ نعلى دلوقتي شوية صور عليكم يهمنا جدا جدا ان احنا نسلط عليها الضوء لحد ان شاء الله منيجي بعد كده في حلقات قادمة وهنبدأ نعمل فوكس على كل جزئية تخص الصورة دي بس انا النهاردة هديك قطوط عامة علشان خاطر تعرف احنا بعد كده هنبني على ايه وهنتكلم عن ايه باذن الله زي ما انتوا شايفين دي عبارة عن انا بسميه المطعم بتاعك المطعم ده بيحدد لك مجموعات الاغذائية او المجموعات التاغذائية وكل سعر حراري فيها عبارة عن ايه او قيمتها السعرية قد ايه فانت عندك مثلا بنتكلم عن مجموعة اللبن مثلا عناخد مجموعة الالبن او البروتين الحيواني هتلاحظ ان كوباية اللبن الجميلة اللي ممكن نشربها كل يوم سواء بدون سكر او بسكر ضايت عبارة عن 120 سعر حراري زيها الزبادي اللايت نفس القصة زيها عندنا مثلا اللي هو اللبن اللي هو البودرة فاحنا عندنا بالقول الافضل دايما وانا بميل انك انت تشرب اللبن سواء اللبن اللي بيجي في الكيس من عند البيع او اللبن اللي بيجي في الازايز وبيتكتب عليه لايت ده كويس جدا جدا تيجي بعد كده مجموعة الخضار الفريش اللي انا بنصح بقى كل المرضى عندي انك انت لما تحس بالجوع ركز او مع الخضار الورقيات خضار الورقيات حلو جدا في الهضم بتاعه صعرات له حرارية وليلة جدا جدا ما عندناش اي مشكلة بالنسبة للامساك لو بنعمل ضايت وفي نفس الوقت هيديني شعور بالشبع مش هزود وزني مجموعة الفواكه نتوزع عندك الفواكه كلها بنقول ان كل بديل من البدار اللي موجودة دي عبارة عن 60 سعر حراري سواء كان بقى التفاحة او كان البرتقانة او كان نص الموزة او ايا كان البديل اللي موجود قدامك طبعا الورق اللي فاتت انه كنت حابب ان يكون تتركيزوا عليها برضو ممكن تكلمونا على الارقام ولو اي حد ما تجهر ممكن نبعتها له على الوصف عشان يبقى عنده المطعم بتاعه اللي هيبنى عليه قرارات ده نموذج لنظام احنا حصينه اعتمادا على البدائل اللي كانت موجودة في الورق اللي قبل كده ازاي ان الشخص ده لما بيكون صورته مثلا 1900 زي ما وظهر قدامكم هنحط له كل بديل ازاي هياخد من النشويات كان بديل في اليوم وهياخدهم امتى وهياخدهم ازاي وممكن يكون اختياراتها ايه فاحنا الورقة دي نمعتمد على الورقة اللي قبلها اللي هي بتديك البدائل في الوجبة وازاي انك انت بتختار من مطعمك ما يناسب المرحلة اللي جاي طب نقري بجماعة الورقة اللي بعدها ده نظام اخر لمريض تاني 1500 بنلاحظ ان 1500 صعر البدائل موجودة بنفس البدائل ولكن الكميات اختلفت او الاعداد اللي هي ناخد كم حصة من كل بديل ده ان شاء الله في الحلقات القادمة باذن الله لما هبدأ اشرح لك ازاي انك انت تجد والنظام وجبتك او حتى اللي ممكن يتصل علي ويسألوني في الدعم ده وانا اساعدهم او نريد الموضوع او نخوضهم هيعرفوا ازاي هم بنفسهم يكتبوا الجدول دي ويبقى مطعمهم باختيارهم من خلال ادواتهم والمتاح عندهم في البيوت باذن الله ده مثال تاني على عدد السعرات ال 1500 صعر اللي هو بيحتاجهم شخص احتياجاته 1500 في اليوم ده برنامج جميل جدا جدا موجود على بلاي ستور او موجود على المتجر بالنسبة للي عندهم اي موبايل تاتش في البيت اكيد النهاردة معظم المصرين عندهم موبايلات تاتش حتى لو كانت موبايلات بدائية هتلاقي عليها ده موجود على البلاي ستور ده برنامج اسمه دليل السعرات الحرارية وده شكل الايكونة بتاعته حضرك ممكن تنازل البرنامج ده عندك وتخش عليه ولو حبيت تكلمني على ارقامه برضو عشان اشرح لك ممكن تستخدمه ازاي هو سهل جدا سهل انك تفهمه سهل انك انت تتحدد فيه الحاجة سواء بالقطعة او بالساندويتش او بالمعلقة او بالكباية زي ما انت عاوز بيديك بداية لو اختيارات كتير طبعا ده بعد ما بتحدد احتياجاتك اليومية من السعرات وازاي انك انت بتتناولها وافضل طوقيت لتناولها ايه طبعا ده على افتراض ان المريض اللي جايده ما عندهش غير مشكلة سمنة او مشكلة نحافة ما عندهش مشاكل سنوية اخرى ممكن طيق الموضوع وده بيرجعنا انك انت لازم بتتابع مع متخصص عشان لو في عقبات في طريق التنزيل او الزيادة يشيلها لك عشان تبقى الامور كويسة باذن الله كمان بنقول نصايحنا الاخيرة بالنسبة لمعظم المرضى بالذات شريحة المرضى الضغط والسكر انا حب اقولك ان احنا ممكن جدا جدا نستغنى عن النظام العلاجي بنسبة 90% لو قدرنا نزبط لايف ستايل ونزبط نظام واجبة وعندي مرضى كتير جدا شريح من اول الخمسة واربعين لحد تسعين سنة وبيسمعوني دلوقتي وعارفين في منهم ناس كانت السكر بتاحها الحمد لله فضل ربنا اعلى اراية له بدون اي برشامة 270 وبينتهي اليوم بتاعه بـ 200 اللي هو يعتبر طبيعي بيقفل يومه على 200 اللي هو السكر الطبيعي بتاع مريض السكر او مريض حتى مريض السليم فاحنا بنقول الاصل في الموضوع تثبيت النظام التغزاوي تثبيت اللايف ستايل ان انا اخلي مجهودي متوازن مع راحتي اخلي مجهودي متوازن مع الوجبة اخلي مجهودي متناسب مع سعراتي ده ان شاء الله في حلقات قادمة باذن الله هنحاول ان احنا نشرحه تفصيليا نسلط الضوء على كل ما يخص الوجبة كل ما يخص انواع المرضى المشاكل المرضية باذن الله علشان خاطر كل مريض يكون باذن الله ساتسفايد يكون راضي يكون عارف يكون معاه الكشاف اللي هيدخل بيه الكهف المظلم ده ويفهم انا مشكلتي فين كانت اخطائي فين او اخطائي ابني فين او اخطائي مراكي فين وازاي هعالجها بصورة سليمة لو حد حابب ان هو يتابع معايا او يسألني عن اي شيء انا ما بيرودش اي حد التلفونات موجودة على الشاشة من طور الحلقة ممكن تستخدموا التلفونات سواء كانت ارقامنا الموبايل او قدنا رقم الارضي او الوصاب او تجونا في مستشفى او بكر الصديق انا برضو برحب باي حد انا ما عندش مشكلة احنا عاملين الموضوع في اطار خيري ومدعوم من رجال اعمال في انتقل عمل الخيري عشان احنا حابين اننا نعيش ونخلي غيرنا كمان معنا يعيش لحياة افضل صحيا وحياتيا واجتماعيا باذن الله انا متشكر جدا جدا لمتابعتك بالنهاردة وان شاء الله يكون في حلقات قادمة عشان نفرد ليه التفاصيل اللي ما قدرناش النهاردة ان احنا نتكلم عنها لان الوقت محدود لكن باذن الله يكون في حلقات قادمة ان شاء الله بالاتفاق مع ادارة القناة ان شاء الله حسب جدول الوقتي وجدولتهم برضو بشكركم جميعا وشرفت بالوجود معكم الدقيق ديك وكل سنة وحضراتكم طيبين مسلمين ومسيحيين مصر وان شاء الله مصرنا تكون كل يوم علىها اعياد ان شاء الله يكون كل يوم في مصر اعياد ونجاح وتقدم مزدهر ومن الامام الامام باذن الله طول ما قلبنا على القلب بعض وادنا في قدم بعض كان معكم الدكتور محمود رفعت خبير التغذية العلاجية بسمنا وان حافظ تنصير قوام ورئيس مجلس ادارة مجموعة الهانة الطبية وشكرا جميعا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته